اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة روسيا على تركيا على ايراني خاصة كمان انه ما يتسيطر علي القوى الكردية ويوصلوا اكراد سوريا الشرقيين بهالقل من الاكراد الغربيين يعني يصف بكردستان لا هن جايين من كردستان ما بدون يقطعوا غرب الفرات ممنوع غرب الفرات لان حد لواء الاسكندرون في مجموعة كردية هاي دي اللي خايفة منها تركيا انه اذا وصلوا وبعضهم الصف هي معزولة عن سوريا معزولة عن سوريا يعني كيان هلا هو الكيان اكيد حاصل اذا بدك ادارة زيتية حاصل شرق الفرات هاي دي ما بقى في حدا يتجوزها الدولة السورية الجديدة بس هني هون انه هاي المنطقة لا لازم تضل اذا بدك منطقة عربية بقى حماية تركية والجيش السوري الحر في اتفاق من هالنوع بزيت الوقت ضرب لداعش بها المنطقة هلا ضرب داعش بها المنطقة لحتى نروح على جناب ويصفي في فريق بيحكي يلي هو الجيش السوري الحر مع معارضة معتدلة وكلهم بنتفقين علي لو لما هاك الامريكيين ما كنوا بيوفقوا وبيعملوا غطة واكبر دليل داعم ومبارح تضرب هدفين لداعش على الحدود التركية كأنه عبيد عام الجيش السوري الحر والمعارضة والعمل التركي قد يكون انه تخلي عن داعش يمكن بيأمن لجناب انه معارضة معتدلة نظام الاسد بصير مباحثات كأنه الدول الكبيرة يعني موسكو وواشنطن هن اللي متفقين على هالشي طبعا بمباركة تركية لأن تركية هي اللي على الارض هي اللي بدأت تفوت وهي اللي فاتت وهي اللي عم تدعم المعارضة المعتدلة وهي اللي عم بتحارب داعش صارت مثلها مثل البيئية إذا بدنا نقول للتنسيق الروسي التركي الإيراني مبارحة يعني رئيس الوزراء التركي علي يلدرين بيقول إن شاء الله سيكون هناك تطبيع مع مصر وسوريا ومحاولة تركية جدية إذا بدنا نقول تطبيع يعني عادة النظر بالعلاقات بالتجاه إيجابي يعني بالتجاه يكون هناك علاقات وبالتالي هذا التغيير هو أيضا بالتنسيق بإطار هذا التحالف الجديد صح التعبير لا لكن إذا المفهوم إنه بده يتحالفه مع نظام الأسد لا عم بيصرحه ما بقوله تحالف يعني أوكي لإيجاد حل إنما نظام الأسد خد التاريخ من ألف سنين لليوم ما في مسؤول بدولة أو بشعب قتل ناسه بهالشكل وبقي على رأس السلطة هلا يمكن يضاين سنة وسنتين وعشرة بس ما بيضل إذا بدك هو بدير الدولة بعدين أو ما بيجي الحل لصالحه بعدين لذلك الأسد قصته محسومة ورقته محسومة بس المؤسف إنه عم بيستغلوا الأسد وورقته مين أعداء سوريا لحتى يضربوا حزب الله يضربوا إيران يضربوا داعش ويضربوا النظام مين اللي عم بيموت هونيك؟ هو هني نعم على حساب مين؟ على حساب الشعب السوري والمعاترين الشعب اللبناني يمكن الأردو يلي عنده عبق لجوء 3 ملايين لذلك هيد الحرب لاش طالت لكين؟ لأنه بتليم خاصة الإسرائيل نعم بتقلك حزب الله عم بيموت هونيك وإيران عم تدفع مصاري ويموت شبابها والحجد الشعبي طبع العراق والنظام عم بيموت عم بماله حيات بقى نعم وداعش عم بتموت بسيحة بتليمهم كلهم لذلك هلأ هيدا بيستفيد شوي من داعش كون أكيد داعش بيستفيدوا منه كل الأطراف نعم بس هلأ يمكن أن أطعت ورقتها يمكن نعم إن شاء الله تكون أطعت ورقتها لخلاص سوريا وخلاص هالشعب السوري وإعادة نظام جديد إلى سوريا بس هيدا النظام لا يمكن أن يعيش مفاوضات واتصالات بجناب وأيضا بقمة العشرين كما جاء بصحيفة الحياة تفتتح اليوم وتؤكد صعود دور الصين لقاءات بين الرئيس التركي رجعب طيب أردوغان ولي العهد السعودي هناك كلام لقاء الرئيس أوباما أيضا يلي بيحتر آخر مرة كرئيس بهذا القمة مع الرئيس التركي بهالإطار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أنه موسكو وواشنطن قد تتوصلان قريبا إلى اتفاق تعاون حول سوريا وكأنه في شيء جدي قد يكون هيدا تفسيرها إذا بدك هو ترجمتها هي أنه فوت التركية على هالمنطقة وتأمين هالمنطقة أنه هي منطقة معتدلة لإيجاد يمكن مفاوض بيقبلوا فيه كل الأطراف مفاوض يلي بترعاة تركيا ويلي هو معتدل الجيش السوري الحر وسياسيين معتدلين ممكن يكون هيدا هو الحل وبعتقد إذا صار هيك بيكون حطينا أول قطار على سكة الحل لسوريا هيدا الكل بيتأملوه خاصة أنه الحركة التركية اليوم مع إيران ومع السعودية وطبعا مع الروس ومع الأمريكان أنه هي عاملة لها الكل لأن المنطقة هي محازية لريف حلب كل يتو محازية لتركيا عم نحكي هذا الموقف وقبل شهر من تغيير الرئاسة أو أنه الإدارة الأمريكية الموجودة حاليا قد يستلم إدارة آه يمكن آه يمكن مستعجلين كل الأطراف مستعجلين كنت لقي الحل قبل ما يفل أوباما خايفين من أي رئيس الثاني كان هيدا الأخوة شو اسمه ترونك أو كلينتون يعني بدون يجوا أكيد حاسمين أكتر من أوباما أوباما كان أليات استلام الإدارة بدون يخد وقت أشهر آه بس لك فيه رئيس الجمهورية بأمريكا رئيس الولايات المتحدة عنده قرارات بيقدر يخذه مباشرة يعني عنده بيقدر ياخد جيش الأمريكاني كله يخوض حرب على مدى ستين يوم بدون ما يرجع للولايات المتحدة الأمريكية للكونغرس أول شيء ويقدر يجددهم مرة تاني بقى هالقرارات هيدا بيخافوا منها الدول اللي بتعاطوا مع الولايات المتحدة شكرا لألك مستشار رئيس حزب القوات البنانية العميد دواهبي قطيشة عوجودت معنا اليوم شكرا أيضا للمشاهدين على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة